اكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمداء الخليفة رئيس مجلس يمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ان صناعة مستقبل الاجيال تستوجب مواصلة العمل على رفع مخرجات التعليم العالي بما يضمن استدامة تطور التعليم وتشجيع البحث العلمي الذي ترتكز مخرجاته على تعزيز الابتكار والابداع في كافة القطاعات منوها سموه بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام وحرص على تطويره ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلد المعظم حفظه الله ورعاه وهو ما يؤكد على اهميته صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمداء الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال مختلف التوجيهات والمبادرات التي تصبوا اهدافها في مواصلة الاستثمار الاكاديمي في المواطن باعتباره ثروة الوطن دائما وابدا جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاء عددا من الطلب المستفيدين من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري للعام الاكاديمي 2022-2023 حيث اشاد بما يملكه الطلبة من طموح عالي للتزود بالعلم والمعرفة يعكس حب التحدي وعشق الانجاز الذي يتميز به ابناء الوطن من فريق البحرين مثمنا حرصهم على مواصلة اكتساب الدرجات العلمية العليا التي تصهم في تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح على الطريق الخير والفلاح الذي يصب في خدمة الوطن والمواطنين وقال اسموه ان المنجزة الوطنية التي تمت بسواعد ابناء البحرين المخلصين في شتى المجالات تستند الى ما يتمتعون به من حب للمعرفة وتنوع المهارات والقدرات القائم على جودة المخرجات التعليمية ونتطلع بهذه الروح الطموحة الى مواصلة مسيرة البناء نحو مستقبل مزدهر لصالح الجميع من جهتهم عبر الطلب المستفيدون من بعثات وقف عيسى بن سلمان عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس امنى وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري لما يوليه سموه من دعم واهتمام بتمكين الشباب البحريني من خلال الفرص النوعية التي يقدمها الوقف مؤكدين عزمهم على تحقيق افضل النتائج خلال مسيرتهم الجامعية بما يحقق الاهداف المنشودة ترجمة نانسي قنقر